هذا شهر رمضان المبارك ينبغي علينا أن نحاول أن نبدأ بهذين التغييرين التغيير الداخلي والتغيير الخارجي التغيير بحاجة إلى طاق الطاقة الداخلية إذا لا يوجد طاقة داخلية واحد مية يمكن أن يقوم بعملية التغيير إحدى النتائج المترتبة على نظام العبادات إيجاد هذه الطاقة ربما يكون إيجاد نظام العبادات لهذه الطاقة في البداية على شكل إيحاء ولكن بمرور الأيام العبادة توجد هذه الطاقة إيحاء ثم تتحول إلى حاله ثم تتحول إلى ملكة يعني نحن عندما نقوم في كل يوم إن شاء الله أو إذا قمنا في كل ليلة إن شاء الله لنافلة الليل نافلة الليل ضمن نظام العبادات نافلة الليل توجد طاقة التغيير في الأفراغ نحن ضعفاء كيف هذا الضعف يتحول إلى قوة بنافلة الليل واحد عندما يوفق لنافلة الليل يشعر بهذه الطاقة ويشعر أنه قادر على التغيير قراءة القرآن توجد هذه الطاقة طاقة التغيير واحد عندما يقرأ آيات القرآن الكريم يشعر بهذه الطاقة يشعر بالقوة في داخله وكثير من الأفراد بآية واحدة تبدلوا قضية فضيل معروفة الآية ماذا فعلت؟ هذا يعاني وضع هذا الرجل نحن كثيرا ما نشعر بأن وضعنا وضع غير طبيعي ما هو الوضع الذي ينبغيه لا نرضى هذا الوضع لذواتنا ولكن من تمكن من تمكن من التغيير ليش لأن ما عندنا قدرة ما عندنا الطاقة على هذا التغيير الشيء اللي فعلته هذه الآية الكريمة أنه أعطت فضيل هذه الطاقة وإذا به يتبدل تبدلا كاملا نحن أيضا كذلك الأفراد الذين تحولوا الأفراد الذين تبدلوا منه كانوا آية واحدة قرأوها تبدلوا خطبة واحدة من نهج البلاغة تبدلوا موعدة من خطيب تبدلوا نظام العبادات من نتائجه إن لم نقل من غاياته إيجاد هذه الطاقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر